كابتن إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال عمل تصريحات حاولي لكم دلوقتي غريبة جدا إنه بيتمنى في المؤتمر الصحفي مبارح بتاعة قديم ماتش بيرامدز ومازمبي إنه بصوا إيهاب جلال ده في الشروق أتمنى تدريب بيرامدز والمنتخب سويا إزاي يعني يعني كيف يا كابتن إيهاب تقول هذا التصريح هو وجهة نظره إنه لو بيرامدز تخطى مازمبي هيبقى بيره ثلاث ماتشات سيمي فاينال ماتشين والفاينال ماتش في شهر خمسة يكون خلص قبل 1 يونيون اللي هو الافتباط المنتخب طب وشهر مايو ده مش شهر التجهيز يا كابتن إيهاب مش مفترض شهر مايو ده أنت هتستلم مهمة المنتخب ألا يستحق المنتخب التفرغ بعد الكارسة بتاعت كيروش وبعد كل الحواديد ومع كل الدعم اللي اتحاد الكرة مدهولك هل هذا تصريح موقع كرة بيقول إيهاب جلال يطلب الجامع بين تدريب بيرمز ومنتخب مصر ده تصريح أنا ألوم عليه كابتن إيهاب جلال بصراح ويمتاز الكابتن إيهاب جلال بقلة التصريحات فلما تتكلم ما تقولش يا كابتن إيهاب تصريح بعد كده حاول ينفيه يعني بعد كده قال ما كنت شقصت كده والتحاد الكرة قال لك لأ ما ينفعش الكلام ده وإحنا باتفقين بعد المدشين بتوع ما زنبي خلاص الكابتن إيهاب معانا وطلباته أوامر وطلبنا منه يجهز لنا طلباته كاملة وتأريره ومعسكراته وبابا غنوجه إحنا معاه في ظهره في كل حاجة فأنا بطلب من الكابتن إيهاب جلال يتوقف عن التصريحات ما يتكلمش إلا عن المنتخب وبرنامجه لما يخلص بهميته مع بيرامدس لكن هذا التصريح أنا شايفه للائق بالكابتن إيهاب ولا لا بقيمة منتخب مصر حتى لو بتمرن أهل وزمالك مش بيرامدس كمان لو بتمرن أهل وزمالك منتخب مصر أهم في حاجة اسمها كده ده على فكرة ده القرعة يوم الثلاث القرعة بتاع التصريحات أمم أفريقيا يوم الثلاث وهيتحدد عليها حاجات كتير هقول لكم دلوقتي القرعة بتاعت يوم الثلاث دي أهو في جنوب أفريقيا القرعة هتتعامل أنت عندك منتخبات تصنيف أول اللي فيها مصر وفقه الدفور وتونس وجزار والسرغال ونيجيريا ومالي وغانا الحمد لله ما عندناش حد من دول في المجموعة بتاعتنا اللي احنا كلنا تصنيف أول مع بوركينة فاسو والمغرب والكونغو والكاميرون كله دول تصنيف أول تصنيف الثاني جنوب أفريقيا وكابفرد وغينيا وجابون وبنين وأوغندا وزنبيا والكونغو وغينيا الاستوئية ومدغشخر وكينيا وسيراليون هتاخد واحد من دول في مجموعتك هتاخد واحد من تصنيف الثالث اللي هو ناميبيا وموريتانيا وجينيا بيسون نايجر والمزنبيق ومالاوي وتوجو وزنبابوي وليبيا وجنبيا وأنجولا وجزر الأمر هتاخد واحد من تصنيف الرابع اللي هو تنزانيا أفريقيا الوسطى سودان رواندا بوروندي إثيوبيا أي سواتيني ليسوتو بوتسوانا ليبيريا جنوب أفريقيا بساوتومي وبرين سابي طب يعني يعني حلو خلاص يقول الثلاثة الجاية القرعة وبعدين بتدر فكر بقى القرعة دي لما تيجي هنذاكر المنتخبات اللي عندنا ازاي وأول منتخب هنقابله مين وتاني منتخب اللي بعدين بخمستاش عدو هنقابله مين ازاي وتعضر الماتشات بتاعت الدور ازاي وانت بتمرن بيرامدز هذا كلام لم يكن يجب أن يصدر على الكابتن يهاب جلال خلقات خانه التوفيق في هذا التصريح نهائيا رغم انه بيحاول ايه انه ينفي وطير حتى جمال علام والناس في تحدي الكرة قالت لا الكلام ده مستحيح ومرفوض تماما